أردوغان هو خليفة العرب والمسلمين لا يسيد السيسي هو اللي زعيم العرب والمسلمين فشرت عينك فشرت عينك إنت أردوغان أقوى من السيسي تبعك لا يسيد السيسي أقوى منك ومن أردوغان تبعك الجيش التركي أقوى من الجيش المصري يا حبيبي روح شوف الإحصاءات الجيش المصري أقوى من التركي بكثير حلقة جديدة لا حلقة قديمة لا حلقة جديدة 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 قبل ما نبدأ إذا حبيتوا هاي الحلقة ما تنسوا تدعمونا بلايك وتكتبوا لنا تعليق حلو وتنشروا الحلقة بين أصحابكم لا يا سيدي بدوا يحط لنا ديس لايك ويفوتي يسب علينا عادي وينادي صحابه يسبوا علينا عادي وغضوا النظر عن نيكولاس وخالدي واشتركوا بالقناة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه تهديد واضح وصريح ومباشر لحكومة الوفاق الليبية ولا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حكا لهم أخذتوا مصراطة مشيناها أخذتوا طرابلس مشيناها أخذتوا الوطية مشيناها بس إذا بتتقدموا أكتر من هيك إذا بتفكروا مجرد تفكير إنكم بتتقدموا أكتر من هيك تروحوا باتجاه سيرت أو جفرة راح تواجهوا غضبي أنا شخصيا مش أنا شخصيا يعني السيسي شخصيا فيه احتمال يصير صدام مع الجيش المصري شخصيا إذا كان يعتقد البعض إنه يستطيع أن يتجاوز الخط سيرت الجفرة ده أمر بالنسبة لنا خط أحمر خط بالنسبة لنا خط أحمر لما نيجي نقول للقوات دي تتقدم هذه القوات ستتقدم القوات تتقدم القوات دي تتقدم حيلك 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 طول بالك وزع شوكولاتة وطعمينة طول بالك عشو معصب؟ بدناش حروب؟ بدناش حروب؟ نقصنا حروب بالمنطقة؟ طيب يا سيدي لنفرد جدلاً السيناريو اللي براسك لن سماح الله صار وصار في عنا جيشين بليبيا جيش مصري مع ليبيين طابعين لخليفة حفتر وجيش تركي مع ليبيين طابعين لحكومة الوفاق بعدين شو هيصير؟ شو القادم؟ شو الخطوة الجاي؟ حيدخل أبو عصام؟ وتنحل المشكلة ودية؟ ولا حيصير فيه حرب؟ ودم؟ وخسائر كتير بين الطرفين؟ حيصير دم؟ ليش هذا الدم؟ ليش؟ يعني شو هدفك؟ يعني شو غايتك؟ لوين بدك توصل؟ راح تحكيلي بكل بساطة أنا عم بحاول أحمي الحدود المصرية والأمن القومي المصري وبدي وحدة الأراضي الليبية وبدي أحمي ليبيا من الأطمعات التركية لا يا شيخ جد عبط إحنا عبط إن صدقك مش ممكن يكون سببك إنه إنت كمان عندك مطامع بليبيا زيك زي غيرك راح تحكيلي فشرت بصوت معصام أنا ما عندي مطامع في ليبيا راح أحكيلك آسف بس هذا مش كلامي أنا هذا كلام حليفك خليفة حفتر حكى هذا الكلام من زمان اسمع نقول لك أنا من عدوي؟ من هو؟ مصر؟ سودان؟ تشاد؟ نيجر؟ مالي؟ جزائر؟ تونس؟ من هو؟ أنا أقول لك والله مهمش أعداء كلهم أصحاب بس لابد نعمل على أنهم كلهم أعداء لأنهم كلهم فقراء وكلهم من طبع في هذه ثروة ها 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 مين حكى؟ مين حكى؟ مش أنا، مش أنا انت حكيلي سيسي مين حكى؟ مش أنا حليفك اللي حكى خليفة حفتر يعني أنت عندك مطامع بليبيا باعتراف حليفك حليفك ها 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 يعني صحيح عراسي وعيني تركيا عندها مطامع بس أنت مش أحسن أنت كمان عندك مطامع انت لا همك حدود مصرية ولا أمن قومي مصري ولا وحدة أراضي ليبيا كل الموضوع انقلابي عم بدعم انقلابي ومستعد تعمل أي اشي عشان تحمي هذا الانقلابي وتدعم هذا الانقلابي لو بتضحي بالجيش المصري وبتورط الجيش المصري بس نصيحة لحفتر دير بالك ممكن السيسي ينقلب عليك لأنه البنقلب على غيرك بينقلب عليك وبرضه نصيحة للسيسي دير بالك ممكن حفتر ينقلب عليك لأنه البنقلب على غيرك بينقلب عليك انتوا هيك الانقلبات عندكم هواية ما في إشي ممكن يفجئني منكم نرجع للسيسي إذا كتير مهتم بالحدود المصرية عندي فكرة شو رأيك اترجع تيرانو الصنافير ولا تيرانو الصنافير مش حدود مصرية صحيح ذكرني كمان مرة ليش استغنيت عن تيران وصنافير الحدود المصرية؟ واللي علمتني دي والدتي قالتلي ما تطمعش اللي في ايدي الناس حتى لو كان ده اللي في ايدي الناس ده والدك ما تطمعش ما تبصش لي الله يرحمها ويحسن إليها ويجعل مثوها الجنة بس سبحان الله تيران وصنافير مش بتاعتك مش لازم تبص عليها بس السرت والجفرة اللي بعيدة عن حدودك ألف كيلومتر هاي بتاعتك ولازم تبص عليها سبحان الله يا سيدي انسى الحدود المصرية خلينا نحكي عالأمن القوم المصري مش ملاحظ انه فيه اشي بيهدد الأمن القوم المصري أكتر من قضية عم بتصير بعيد ألف كيلومتر عن حدودك فيه اشي تاني عم بيصير خليني ألمح لك اشي قعدت عشر سنين ما بتشوف غيره بتلاشتك ها؟ سد النهضة سمعت فيه؟ سد النهضة هو سد بنت حكومة أثيوبيا بهدف التنمية وتوليد الكهرباء وين المشكلة؟ المشكلة إنه أثيوبيا فيها منبع لمعظم المياه اللي رايحة للسودان ومصر وفي مخاوف عند السودان ومصر وما حم حق إنه هذا السد يأثر على كمية المي الرايحة للسودان ومصر السودان ومصر ربنا الله كانوا جداً لطفين مع أثيوبيا راحوا لأثيوبيا حقولها اسمعي يعني بدك تعملي نهضة إعملي بدك تبني سد ابني بدك تعملي تنمية نمي بدك تولدي كهرباء والدي ما عنا مشاكل بس شو رأيك نعمل اتفاقية تعب السد شوي شوي عشان ما تأثر على حصتنا بالمي وما تعطشينا وما تعطشي ولادنا أثيوبيا نطط السد سدي سيدي والمي ميتي والمنبع منبعي والتوليد توليدي والتنمية تنميتي وبعبي السد كيف ما بدي ومش فرقة معي تعطشه ولا ما تعطشوش سيدي هون مصر والسودان عصبوا شوي ومعهم حق الموضوع فيه أمن مائي عم بمس أمنهم المائي وحكوا لأثيوبيا يا بنت الحلال خلينا نحل الموضوع سياسياً ودبلوماسياً الموضوع فيه مي فيه أولادنا فيه تعطش أولادنا بلاش لا سمح الله الموضوع يروح لصدام عسكري فأثيوبيا حكت عسكري ما عسكريش مش فارقة معي كلامي واضح المي ميتي المولدات مولداتي المنبع منبعي السد سدي بعب بوقت ما بدي كيف ما بدي ولا حكي لكم عشان اعترضتوا من يومي وطالع أنا بدي حدد كمية المي اللي رح توصلكم ونبع رح توصلكم كيفني معاكم ليش يا أثيوبيا ليش الله يهديك طولي بالك بدك تعملي تنمية عاملة إن شاء الله يا رب نشوفك زي سنغافورة وأحسن بس بدون ما تأثر على السودون ومصر تقدر يا فكرة تعملي اللي اتنين والله جربيها بتظبط أنا بحكي خليك بحالك أنت وسنغافورة ما حدا طلب رأيك هلأ رح تسألوني كيف دولة مش كثير قوية زي أثيوبيا عم تتحدى دولة قوية زي مصر بجيشها القوي بأمنها المائي من وين أجتها هاي الجرأة؟ بصراحة ما بعرف بس في كتير روايات بتجاوب على هذا السؤال ممكن واحدة منها صح ممكن كلهم صح ممكن ولا واحدة صح ما بعرف الرواية الأولى بتحكي إنه نتنياهو واقف بصف أبي أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي وحكي له روح ادعس توكل على الله أنا بظهرك أنا حميك ما تهتم لحدا الرواية الثانية بتحكي إنه أثيوبيا موقع اتفاقية دفاع مشترك مع تركيا وهذا الإشي مخلي أثيوبيا شوي مقوي قلبها الرواية الثالثة بتحكي إنه صح جيش مصر جيش قوي جدا بس مصر حاليا ما عندها لا الموارد ولا الإمكانيات ولا الموافقات إنها تدخل حرب إقليمية الرواية الرابعة بتحكي إنه الإمارات والسعودية حلفاء السيسي مستثمرين مبالغ كتير كبيرة بهذا السد وهذا الإشي مخلي السيسي مش قادر يعمل أي خطوة عسكرية ضد السد أو ضد هذا المشروع أما الرواية الخامسة وأتوقع هي الصح الجماعة حضرين مسلسلة محمد رمضان ومتحمسين شو السبب الحقيقي ما بعرف بس اللي بعرفه إنه السيسي لازم يبدل خطاباته الخطاب اللي بوجهه لليبيا لازم وجهه لأثيوبيا والخطاب اللي بوجهه لأثيوبيا لازم وجهه لليبيا يعني ما بنفع يا سيسي تروح لليبيا شدة لحالك خط أحمر تتقدم وتروح لأثيوبيا بحمل وديع حامل دبادي بكيوت يا جماعة الخير لازم نحل الموضوع حالديبلوماسي جاد ما لكم ليه كتير بدكم يعني هيك تجرون الحرب ليه فينا نحلها بهدوء طبعاً إحنا بدناش حرب لا بأثيوبيا ولا بمصر ولا بليبيا بس إنه يعني فرجيها منك شوي جدي ما بنفع هيك شدة حالك كون صارم كون حازم زي خالدي لما يدخل أخبار دقيقة في دقيقة اعتبر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن كلمة السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة دفعته إلى إعادة حساباته بخصوص ضم أجزاء من الضفة وإلى الانسحاب من القدس وأراضي 48 بل والعودة إلى بولندا وتمزيق وعد بالفور صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه يرغب في التدخل في اليمن لكنه ما زال يبحث عن حجة مقنة بعد جدل كبير رئيس الفيفا يلجأ إلى تقنية الفار لمعرفة الفائز الحقيقي بين قطر والمملكة العربية السعودية بقرار منظمة التجارة العالمية اعتذر عام 2020 عن تقاعسه في مساعي إنهاء البشرية في شهر يونيو ووعد بمصائب أكبر الشهر القادم اليونان تتخذ إجراءات قانونية ضدت دينمارك على خلفية صراع حول بلد منشأ جبن الفتا خالدي خبر حقيقي هذا الخبر حقيقي؟ ناس تتطوشع جبنة وناس على نفط كان معكم أحمد الخالدي وأخبار دقيقة في دقيقة يسقط نيكولاس ومر شكراً خالدي على سيرة خالدي خالدي مش مروى على سيرة مروى مروى من لبنان على سيرة لبنان مؤخراً النظام اللبناني والسياسيين اللبنانيين وأنصارهم صيرين يرموا تهم العمالة لإسرائيل على الطالعة والنازلة على كل واحد أو لكل واحد بيحكي لهم لا أو بيعترض يعني متبعين سياسة توزع شوكولاتة وطعمينها بس بدل الشوكولاتة تهم عمالة إحنا فريق الصليت الإخباري شايفين إنه مش معليش السياسيين اللبنانيين يعملوا هيك ومش معليش نصدقهم ليش مش معليش أترككم مع عميلة الصليت الإخباري مروى الحراتي تحكي لنا ليش مش معليش ليش مش معليش يا لبنان نرمي تهم العمالة لإسرائيل يمين الشمال ونصدق أي خبرية مرتبطة بالموضوع بلا دليل حتى لو من مصدر رسمة لعدة أسباب السبب الأول هو إنه بعدنا ما نسينا لما من فترة لقضتوا شاب اسمه زياد عتانة ركبتوله تهمة عمالة عزبتوه عرضتوا عائلته لأبشع المواقف شهرتو فيه أجبرتوه تحت التعذيب يعترف وآخر شي طلع الموضوع كله عبعضه تلفيقة وتصفيت حسابات شخصية السبب الثاني هو إنه مش سمعنين بقصة الراعي الكذاب ما فينا إذا كل يومين سمعناكم عم تتهموا حدا بالعمالة آخر شي اللي عن جد عميل منروح نحنا لا سمح الله ما منصدقكم يعني ما ترخصوها للتهمة هلقد خلوها خلوها إلا هيبطة السبب الثالث هو إنه هيكن مش من زمان ألقيتوا القبض على سوبرستار العملاء عامر فخوري نجم العملاء لإسرائيل بلبنان اللي كان يعزب ويقتل لبنانيين شو كان مصيرو شو عملتوا معو أطلقتوا سراحو شو كمان وسهلتوا رجعتوا على أماركا فزعين فزعين أنتوا يعني بالعدالة ما عندكن يا مرحميني فزعين شكرا مروح عسيرة مروح مروح مش مهند عسيرة مهند مهند من تركيا على سيرة تركيا تركيا مؤخرا نفذت ضربات جوية استهدفت معسكرات تابعة لحزب العمال الكردستاني على ذمتهم هلا رح تيجي تحكيلي طيب شو المشكلة تركيا دايما بتعمل هيك لأنها بتعتبر حزب العمال الكردستاني حزب إرهابي شو اللي بدك إياه لوين بدك توصل أردوغان طاج راسك طول بالك يا زلمي عم نتحاور عم نتناقش سمعني للآخر المشكلة إنه تركيا نفذت هاي الضربات على أراضي عراقية بدون ما تأخذ إذن الحكومة العراقية الحكومة العراقية صحية الصبح لأ الطيارات تركيا عم تضرف العراق حتى في منهم لسه ما بيعرفوا رح يعرفوا من الصليت إحنا فريق الصليت الإخباري شايفين إنه مش معلش تركيا تعمل هيك ليش مش معلش هتركوكم مع باس بارتوس صليت الإخباري مروا الحراقية تحكيننا ليش مش معلش نيكولاس شو بدك يا أنا أحكي ليش مش معلش شو ليش مش معلش دولة تعمل عمليات عسكرية في دولة تانية بدون ما تأخذ موافقة حكومة هاي الدولة أوكي لأنه سيادة سيادة إنه دول عندها سيادة ولازم نحترمها وما نقصف بعض أو على القليلة نستأذن قبل ما نقصف بعض بس مروا قبل ما تتسرعوا تركيا أخذت الموافقة من إيران نيكولاس عشو جاي ابنم هي أخذت موافقة من البيك بوس شو معنى تمام الوضع تمام نرجع لنيكولاس شكرا مروا وشكرا خالدي على هذا التوضيح المهم وقالله يعين الشعب العراقي آخر خبر معانا لليوم هو خبر حزين جدا ومؤلم جدا وبشع جدا صور قيصر شو هي صور قيصر عشان أجاوبك على هذا السؤال لازم تعرف بالأول من هو قيصر قيصر جندي سوري سابق منشق وقيصر هو اسم الحركة مش اسمه الحقيقي هذا الجندي نشر صور لألاف ضحايا النظام السوري من معتقلين ومعذبين وشهداء خليني أفهمك شو اللي صار في سوريين صار لهم سنين مش شايفين أحباؤهم مش عارفين وين أحباؤهم عايشين ولا ميتين مش عارفين إيش عن مصيرهم فجأة شافوا أحباؤهم بهاي الصور هاي الصور اللي ما في كلمة بالمعجم العربي بتوصف بشاعتها بصراحة ما عنا أي تعليق على هذا الموضوع شو تعلق على هيك موضوع بشع ومأساوي ما بتقدر تحكي غير الله يرحمهم ويصبر أهلهم ويرحم ويصبر ويفرج عن كل شخص لسه قابع تحت إيدين هذا النظام وهون بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا بتعرف شو معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام إنه الآن كما عودناكم إننا نعودكم دائما أترككم مع فيديو الأسبوع هلا رح تحكولي طيب شو المشكلة يا نيكولاس عالمة بسوطة سيبها تنبسط يا زلمي بكفي خلص كل إشي نكد نكد وتعليق حتى لو في كورونا العالم زهت من الكورونا سيبوهم ينبسطوا يا زلمي لا تعلقش كل كلامك على رأسه عيني من فوق وكلمك صح بس في معلومة وحدة لو تعرفها بهذا الفيديو رح تغير طريقة تفكيرك شو هي يا نيكولاس هذا البني آدم اللي لامم حوالي ناس وعم برقص بالسيف هو وزير الصحة اللبناني وزير الصحة اللبناني لامم حوالي ناس لامم ناس حواليه وعم برقص بالسيف رح تحكي لي طيب برك الزلم انتصر على كورونا وعم بحتفل لا لسه ما انتصرش طب ليش هك عم بعمل ما بعرف بجزعة بهدة كورونا وكل الفيروسات قريباً قريبة ترون العجيبة كان معكم نيكولاس خوري مروى الحراتي أحمد حزل أم مكي الخالدي يوم مروى الحراتي فريق العمل الصليت الإخباري واحد واحد لنا لقاء آخر عزيزي المشاهد عزيزة المشاهدة في مجال بس بعد إذنكم ترفعوا أصابعكم حطوا لايك اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس وحضروا هاي الحلقة رجاءً هلأ نزلوا أصابعكم بعد إذنكم واكتبوا لنا طعليق حلوية شجعونا شكراً